اشتركوا في القناة 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 وكمان مع التطورات اللي حصلت خلال فترة الأخيرة تطورات عظيمة جدا فسؤال لماذا لم نرى مثلا منتخب الأرجنتين في مصر خلال معسكره منتخب بالجيكا اللي هي لعبك حتى أو منتخب بالجيكا وانت بتتاخد بالمنطق ده فمنتخب بالجيكا هي لعبك ليه لعبك في القويت بالزبط سواء ممكن انك عشان قريبين من قطر فبالتالي تبقى أسهل بالنسبة هو لعب معنا لعبة تانية المنتخبات لعبت معنا لعبة تانية من غير المنزايد على الوطنية بتاعتنا هو اديك فلوس عشان كوريا تتدرب عليك قبل ما تلاعب غانا ودلوقتي بيديك فلوس الشركة المنظمة بتديك فلوس عشان بلجيكا تتدرب عليك قبل ما تلاعب المغرب بدل ما ييجي يعمل معسكرات عندك لا هو بيتعامل معاك من منطلق ان انا حتدرب عليك قبل كاس العالم كوريا مقلبنا اربعة اتنين وعارفين كلنا كابتن هاب جلال ميشي بعديها مباراة بلجيكا اربعة واحد مباراة بلجيكا يوم الجمعة بلجيكا بتتدرب عليك عشان المغرب في مجموعتك ان انت اصلا بعد بلجيكا انت بتتدرب بعد بلجيكا عشان تلاعب ملاوي شواء ثلاثة وبعد كوريا انت لعبت النيجر يبقى هي العملية بالنسبة ان احنا عملية ان انا رايح اتدرب اخلي الناس دي بتتدرب علي مقابل مادي بتدولش انا برضو خلي بالك لما امو من وداء السؤالي انا لما انا جيت لعبت النيجر وليبيريا قالوا لك انت بتبتدي بمنتخبات لا انا مش هنقدر نقيمك وانقدرش نقول لانت مدير فني قوي الا لما برضو تلعب منتخبات كبيرة بس هو التدرك بقى انت روح تتدرب لحدة كبيرة فدي برضو نقطة برضو الراجل يعني عن متخب كبير لو فرصة انك تلعب بلجيكة دي فرصة حلوة جدا واحتكاق قوي ممكن يوديك في حتة تانية بس لحظة حدين يعني صحيح ممكن هو ده اللي انا كنت هرجع لكم في النقطة دي لو النتائج او نتيجة المباراة دي كانت يعني مخيبة الامال هل ممكن يتم الحكم على الراجل ويبقى علاقته بالجمهور مش بالجيدة بص خلينا اقول لك احنا النهاردة في في طول القدم اي مدير فني يعني بنقول ان المدير الفني لمساته او الرؤى بتاعته في الملعب بتظهر بعد اكثر من مباراة ولكن برضو احنا كلعيبة كورة او كناس برضو فاهمين في الكورة مستحيل برضو ان اي مدير فني نهاردة ييجي ما يكونش له لمسات ويكون موجود على ارض الملعب بلمسات او اختيارات واحنا شفنا فيتوريا في اكثر من اختياره راجل عجبني جدا ان هو بيجوب ملعب مصر بيروح يتفرج هنا بيروح يتفرج هنا فبالتالي بيختار بعض الاسماء لا في اسماء جديدة يعني معلش احنا النهاردة محمود حمادة مرشح بقوة ان هو محمود حمادة فرض نفسه اه مرشح بقوة ان هو يبدأ في التشكيل الاساسي امام في مباراة بلجيكا فالنهاردة فيه لاعب جديد فيه اكثر من لاعب حتى الراجل خرج بتصرحاته وقالك ان انا اخترت كريم فؤاد وقت ما كانش لم يكن يلعب في النادي الاهلي ودي حقيقة برضو الراجل فاذا هو الراجل يعني بقى تابع تحركاته الراجل بيتحرك كويس جدا بصراحة فهو له لمسة وله رؤى فنية بالتأكيد السؤال بقى اذا مصر يعني خسرت بسكور كبير امام بلجيكا هل حيتغير الرأي العام خلينا اقولك النهاردة الرأي العام اصبح بيتكون الرأي العام الرياضي او الشارع الرياضي خلاص انتقل الى السوشال ميديا فاصبح النهاردة السوشال ميديا لو جمعنا الف واحد او الفين واحد يكونوا رأي عام رياضي في اي قرار او اي قضية ما فاحنا النهاردة بنتكلم ان انا بقولك لو فعلا منتخب مصر خسر خسر بسكور او بنتيجة كبيرة امام منتخب بلجيكا لا الراجل هيتهاجم وحيتقطع وحيبقى فيه تقطع كبير جدا على السوشال ميديا لكن وقعيا ومنطقيا دي مباراة ودية ومباراة تحصيل حاصل واللي فاهم عارف ان انت النهاردة بتحتك مع منتخب قوي جدا منتخب يمتلك من السرعات ويمتلك من اللاعبين في اكثر من مركز وواهاب جلالي مش كم بيلعب مباراة ودية لسه كنت هقول ايوه طبعا نفس الفكرة وهي نفس الفكرة بالنسبة لها لو سألتني للي مدرب الاجناب عنده حصاني بالنسبة لها انا بكلمك تراعيي انا الناس نفسها الناس حيبقى رد انت بتتحدث عن برضو مجموعة من الاشخاص او من الجمهور يعني شريحة الشريحة دي ممكن تكون مؤثرة على السوشيال ميديا بشكل قوي جدا العب على المسؤول المسؤول اللي بيسير خلف هذه الشريحة دون النظر الى الصورة الكاملة اللي هو اللي مفروض عنده هدف مفروض يمشي عليه ويكمله فيه بلان هو ايه اللي مضيعنا كابتن فروق النهاردة احنا النهاردة لما بنتكلم عنه قبل الهوى بنتكلم مع بعض عن منتخب النشئين وبنتكلم عن اللي حصل والفضيحة الكروية اللي حصلت ان احنا النهاردة زي ما حرك قلت 26 سنة لم نتأهل الى كأس العالم للنشئين هو النهاردة بقيت بستعجب ان كان زمان كنت اسمع فتح تحقيق عن مثلا اخفاق منتخب مثلا مصر لعدم الوصول الى كذا تمام او مثلا ان فيه لجنة حتقام مثلا لتقييم الموقف ده ما بقيتش اسمع الكلام ده النهاردة فين التحقيق عن خروج منتخب مصر للنشئين وعدم التعامل مع كابتن محمد بواهبة في اختيارات اللعبين وفين الكلام ده يعني فين التحقيق ده لسه برضو يعني الدنيا لسه جديدة فانشغال بالمباراة بالجيكا ممكن الوضع يختلف ما يرجعه خصوصا فيه امور كتير حدثت في الفترة فاتت بتخرج من كاس الامم بتخرج من كاس عالم بتخرج من البطولة العربية بالنسبة للمنتخب ده وكرة الشطائية بخصوصا بتكاس الأمم الأفريقية حاجات كتير ممكن ملفات ممكن موجودة عن اتحاد الكرة فيها بعض الإخفاقات انت بتكلم في نقطة مهمة كنت عايزة تكلم فيها أصلا من المنتخب النشئين لكن ارجع على المنتخب الأول اخد نفس الفكرة اللي كنت بتكلم فيها هل ممكن يا سيد محمد النتيجة تأثر على العلاقة ما بين الجمهور وفيتوريا وايضا ما بين بقى مجلس الإدارة وقراراته في الفترة الجاية للراجل لها لا هو هو بص مجلس الإدارة يعني أنا أنا يعني بعتبر ان مفيش مجلس إدارة في اتحاد الكرة خلينا خلينا في الراجل عشان ايه الناس ما تزعلش مني انا بختلف مع صديقي دي وستاذ مؤمن في ايه في اني اولا الراجل حتى هذه اللحظة لم يقنعني انا بشكل شخصي لان انا مقتنع تماما بان التقييم مش دلوقتي ده رقم واحد رقم اتنين على مر السنين اللي فاتت دي كلها من اول ما اشتغلنا في المهنة ومن اول ما عرفنا كرة القدم اهل زمالك اتحاد كورة اي مدرب اجنبي منتخبات وطنية بيبقى ليه حصانة الى حد ما حصانة بيئة حصانة ذاتية يعني والدليل على ذلك مدرب منتخب مصر مع اول هزيمة لو كان وطني يلا شيل زي ما حصل مع اهاب جلال الحاجة التالتة اني فيتوريا في قصة التلات مطشات اللي لعبهم والفوز على ليبيريا وا 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 والاخره مش هو ده منتخب مصر مش هو ده اللي احنا عايزينه عايزين نشوف منتخب مصر بشكل يليق باسمه منتخب مصر في مباراة بلجيكا طيب مباراة بلجيكا سلاح زوحدين زي ما انا قلت يا اما اللعيبة لو قفلت على نفسها وما اعتبرتش المباراة دي كرنفال الجالية المصرية في الكويت هتقدم مستوى كويس جدا حتى لو كانت النتيجة سلبية احنا يهمينا في مباراة بلجيكا سلبية بشكل كويس حتى سلبية بشكل كويس مش بشكل طبعا لو خسرت وده همش عايزينه طبعا احنا هبنالعب على الفوز بس يبقى مستوىك الفني خليك انت مبسوط ان تقعد حتى كورة بتقدم كورة سوز محمد دلوقتي بقول احنا عايزين نشوف شكل منتخب مصر عايز نشوفه باني شكل احنا دلوقتي من الفين اللي مشيت من الفين سبعة عشر لا احنا مشيت من الفين سبعة عشر منتخب مصر بيلعب بطريقة واحدة وهي طريقة دفاعية بحتة تمام ولم نصل مع اي مدير فني جاء اللي يمكن ولا اي مدير فني وصلنا لشكل هجومي لمنتخب مصر سواء كيروش سواء كوبر حتى كابتن ايهاب جليل طبعا ما نقدرش ان احنا نقيمه لان التجربة كانت سريعة مفيش شكل هجومي وده بيعود من وجهة نظر ومن وجهة نظر الغالبية ان احنا فعلا الاماشة بتاعة اللاعبين المصريين اماشة ضعيفة جدا وده حيرجعنا النقطة اللي احنا كلنا متكلم فيها ان احنا لازم يكون فعليا عندنا بلان للكرة المصرية متى سنرى خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية سواء على مستوى اللاعبين المحترفين فيه ربطة اندية محترفة اتعملت فيه حاجات بتتعمل لكن انا بتكلم النهاردة على الجزء الفني يا كابتن فاروق فين التطوير في الجزئية دي ومين المسؤول عن التطوير ده احنا لسه كنت بها اقول احنا منتظرين يعني انا كناقد رياضي ورجل عايز منتخب مصر انا عايز اشوف منتخب مصر يوم الجمعة واخرق بعد المباراة واقول كلمة واحدة بس المنتخب ده كان يستحق ان هو يصعد لكاس العالم ده 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 اللي انا عايزه لان انك اتوارد لو انت وصدرت لك لان انت كنت على خطوة يعني على خطوة دي دي حاجة الحاجة الاهم بقى زي ما بيقول صديقه استاذ مؤمن التطوير والخطة واوة الاخيره المنظومة داخل اتحاد الكورة الخاصة بالمنتخبات الوطنية بها اعوجاج قولا واحدا فانت دلوقتي لما تيجي تقول منتخب ما نقدرش نفصل المنتخب الوطني او المنتخبات الوطنية عن ادارة اتحاد الكورة ادارة اتحاد الكورة من اول ما مسكت المجلس ده من اول ما مسكت حتى هذه اللحظة انا ممكن كتبت المقال الاسبوع اللي فات وبوجه المقال تحديدا لكابتن حزم امامه وكابتن محمد بركات باعتبرهم نجوم انقذوا المنتخبات الوطنية من المجملات جميع المنتخبات الوطنية بلا استثناء بدءا من المنتخب الاول ومرورا بالمنتخب الاولمبي ونهاية بالمنتخب اللي خرج في البطولة الاخيرة توجد مجملات ويمكن العالمين ببواطن الامور عارفين ودائما انت لعبك مواقف كتير ابسط حاجة ابسط حاجة كابتن يمكن مؤمن كنا بنتكلم هات قائمة منتخب النشئين اللي خرجت وفرز الاسماء وشوف مين في الاسماء دي قريب مين ومين قريب مين ومين قريب مين يا كابتن محمد فاروق انت شفت المطش كرسى الاخير اللي اتغلبنا مني مغرب مغرب اللعبة مش عارفة تقف اللعبة مش عارفة تقف مع اني انت انا لسه كنت بقولك قبل الهوى كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه لعب منتخب مصر الاول وهو عنده 17 سنة ناشيين منتخب دي عارف جزئية دي عارفه 17 سنة انت عندك لعبة اصلا مش عارفة تقف في الملعب لان انت عارف كم من المجاملات انا مش هتتهم حد انا هقولك هات القايمة شوف القايمة الاسماء دي اللي كانت موجودة مين قريب مين ومين صاحب مين ومين صاحب مين انا عمر سيد محوض هو عمر سيد محوض لعب كبير قوي لا فيه لعبة تانية فيه لعبة تانية يا كابتن والتحاد الكرة يعلم والناس اللي مسكة تعلم تماما اتخذت ازاي وراحت فين وجات منين وواهو الاخير وانت لعب كرة كابتن وعارف المدرب اللي بيجامل او اتحاد الكرة اللي بيجامل ربنا ما بيكرمش هتلاقيها في العرض ده كرة مجاملة بيبان في الملعب كل حاجة بالدار وحنا كلنا بنمر بالمواقف دي في فترة الاختبارات تيجي حد يكلمك عشان اختبارات تقوله الكرة ما فيهاش مجاملة المجاملة ان انا اوديك تختبر بعد كده ما فيهاش اختبارها المثل ده بقى تأكيدا الكلام صديقي محمد الجبالي فعلا حرفيا احنا كلنا لما حد بيجي مواقف الاختبارات فالناس كلها اللي بيعملوا في الحقل الرياضي يعني فبتيجنا اتصالات ومكالمات فبنبدأ ان احنا نقول انا دايما كلمة الشهيرة اللي بقولها الكرة القدم عاملة زي المسرح يعني الممثل اللي بيطلع على المسرح فوق لو ما بيعرفش اللي يمثل فالناس هتنزلهم على المسرح وحتشتموا وحتنزلوا ومش هيكمل كذلك مرعب الكرة عامل زي المسرح اللعيب اللي امكانياته يعني غير لا تؤهله ان هو يلعب كرة قدم فبالتالي الجمهور والنقاد وكل الناس بتبدأ انها تنتقدوا فلذلك بنقول ان اللعيب الكرة ده اللي يستحق ان هو بقى لعب كرة هو اللي هيكمل دون مجاملات تعالى بقى النهاردة لمنتخب مصر للناشئين اللي هو منتخب النهاردة نواه تمام لكرة القدم المصرية خلال الخمس او السبع سنوات القادمة كمية زي ما الاستاذ محمد بيتكلم كمية مجاملات صارخة انها النهاردة اللاعب ده قريب فلان واللاعب ده قريب علان ونبدأ ان احنا نهاردة نخش في المرحلة مرحلة صعبة جدا مرحلة مجاملات على حساب ايه؟ على حساب اسم منتخب مصر فهرجع وقولك تاني منتظر وكلنا منتظرين ان يكون فيه تحقيق في خروج منتخب مصر الناشئين بهذه الطريقة وعدم تأهلنا لكأس العالم يعني بعد غياب لمدة سبتة وعشرين سنة بدأوا يصربوا تشكيل لجنة وانت عشان تشكل لجنة من الخبراء وتاع موت 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 مع القصة اقولك على حاجة بسيطة اقولك على حاجة بسيطة انت بتقيم وبنقول منتخبات اذا كان فين اتحاد الكورة؟ المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي في الكويت في الحالات في الكويت يضلعين رحلة تمام؟ رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد وعداء مجلس إدارة هنيجي وراكو وبعد كده هنطلع على قطر في الكونجرس القصة 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 بيخة 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 بشكل انا بصراحة بصراحة يعني انا يعني انا عارف حاجات مخلياني في حالة يعني حزن اي اول مرة تحصل؟ بس بدأت انت تعرف دول لقت بيتعاملوا بمعانا بمنطقية بس على السؤال بس حصلت كتير المرة دي بالذات بتتعامل بمنطق ايه؟ بتتعامل بمنطق انت دلوقتي في أزمة تمام؟ والناس كلها بتقولك في أزمة وفي عزمة انت في أزمة رح تجايب لي تك 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 أجانب انت في أزمة اقتصادية قلنا ماشي ما فيش مشكلة طيب اختيار اختيار الأجهزة الفنية طيب اختيار الموظفين طيب اختيار بتاع بدأ يتعامل يمكن انا قلت الكلام ده قلت انا عايز حد يطلع من اتحاد الكورة يبقى متحدث رسمي يرد على الناس دلوقتي كان اتحاد الكورة بدأ بدأ بان هو يخرج في جميع القنوات لقي العملية صعبة بقى في بيات شتوي بيات شتوي دلوقتي ما فيش وسط اللي هو ايه؟ قول اللي انت عايزه بقى خلاص وانا باعذورهم بقى ليه باعذورهم؟ في حاجة من الحاجتين أولا الجميع يعرف في مصر ان اتحاد الكورة ليس له فواتير انتخابية وعارفين قصة انتخابات والأخيره فهو ما عندوش فواتير انتخابية هيكلمه رئيس نادي فلان وعيلي فلان والأخيره الحاجة التانية والأصعب بقى انه هو ما عندوش فواتير انتخابية ومعتبر ان اربع سنين دول هم اخر اربع سنين فتعمل ايه بقى؟ عيش الحياة عيش الحياة بمعنى ايه؟ تعال دلوقتي مثلا عسابين المساء تشكيل المناطق الافرع الجديدة تعال اشوف المجملات اللي فيها تشكيل اللي جان اللي اش عارفين تعال اشوف المجملات فيها فانت خلاص بقى انت بتتعامل بمنطق هم اربع سنين وانا مش حقا ما عندش طموح ان انا اكمل بعد اربع سنين اقول لك انا ابلغ رد على فدع بياندرج ده اخر حاجة بقى ابلغ رد دع بياندرج انا عايز الكلام انا منتخب بمصر ماشي مهامون اقول لك عشان احنا موضوع منتخب انا قدت حوالك ما ده بيعود بيعود بالسلب منطق اصلي بص بص الادارة هي سبب فشل او نجاح اي حاجة ده بيعود بالسلب على ايه على المنتخبات بمعنى ايه بمعنى القاتي انا دلوقتي مسلا فيه شركة جايبالي عرض مع منتخب بلجيك تمام عشان اخد اتحاد الكرة ياخد فلوس تعال يا عم المدير الفني المطش ده حيبقى مفيد ليك ولا مفيش مفيد ليك تعال نقعد مع بعض اعمل المطش وفي الاخر اخلي المدرب والمنتخب يلا يطلعوا على الكويت ومش عارفين هنعمل ايه مع بلجيك بلجيك راح اكاس عالم مش هتصدر معاك قبل كده برضو حصلت مع كوريا انت تلعبت من اسيوبيا جيت من اسيوبيا طلعت على كوريا فارب تمانية واربعين ساعة ورجعت واتغلبت ورجعت ووجهوا وفي ناس اروا الكاتن ايه بجالي كان لازم ترفض المطش الله ايوه لان كان ايه بجلال ساعتها مفروض عليه احنا وقعنا عقود وفيه شرط جزائي وفيه متين الف دولار واوة فهي دي مربوطة بدي يا كابتن محمد عشان انا بس عشان انا بتكلم احنا بداخلين على مطش بينتظر مصريين عشان يتفرجوا حتى ويستمتعوا والتاني امش عايز اواديهم في حتة سلبيات اكتر بيكون مطش ناخده في حتة ايجابية وان شاء الله ليه كسب انا عايز اقول تلات نقاط بس انا فكرة لو فوزنا على بلجيك هنقول نفس الكلام طبعا انا قلبا وقلبا وفعلا كل الكلام اللي هو محمد قاله كلام ليس به ادنى شك ولكن قبل غرد في تلات نقاط رقم واحد دورنا كاعلام رياضي ان احنا فعلا لا نخرج كل يوم ان احنا نتحدث فيه الامور المتكررة بل لابد ان احنا نضع اليد كده على الجرحة عشان نبدأ نحنا نعالج هذا الجرحة او هذه الثغرة يعني رقم اتنين العيب ليس على اتحاد الكرة ولكن العيب على من انتخب اتحاد الكرة بس ده قبل غرد احنا نقفل الجرحة اي دي لا مش ما لا لا اصحاح لك بقى ما فيش ما تكلناش ندخل لا ما تدخل جمال خلينا نتكلم على المنتخب برضو نتكلم ماشي عن المنتخب انا عايز اتكلم عن المنتخب وعايز اشوف ايه اللي ممكن يكون منتخب مصر قادر ان هو يعمله من خلال مجموعة من اللعبين عندنا محمد صراح افضل لعف العالم عندنا تريزيجية عندنا مرموشة طبعا ربنا ايش فيها رب ان شاء الله كده يعني منتخبنا ايقدر يعملي مع المنتخب بالشكلة انا وجد نظري اه وجد نظري لو المدرب فيتوريا لعب بالطريقة اللي قالك عليها كابتن هادشة يا خشبة اربعة اتنين ثلاثة واحد وقال لهم في المحاضرة كلمتين انزلوا لعبوا استمتعوا بالكورة على ما اعتقد في الحالة دي منتخب حيقدي اداء جيد جدا تبقى الدنيا مفتوحة كده ليه بقى لا 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 يعني انت عندك السوابت بس ايه يعني انت خرجوا من ان انت راح تلاعب بلجيكا وانت لازم تنظيم الدفاعي بقى اكتر انت لعبوا ومحمد صلاح هيكون لي دور كبير جدا في القصة دي والمحترفين وتريزيجية وعمر مرموش ومصطفى محمد هيكون لهم دور كبير ايه منتخب بلجيكا على فكرة اللي احنا ما قلناهوش في الاول تاريخنا مع منتخب بلجيكا اربع مطشات احنا فايزين ثلاثة وهم فايزين مطشو كلهم اربع مطشات وهدية ايه بس احنا اخذ بالك احنا واول مطشو كان الف ستسعمائة ونشرين من عارب انا بقولك على المعنويات احنا نص حصان وبلجيكا اربع ستين حصان لو انت بتلعب على المعنويات مع عندك الكواليتي بتاع اللعيبة الاساسية الاعمدة الاساسية اللي هو الخط الامامي ده واخد لبالك مع محمد صلاح مع الناس دي لا انت ممكن تقدم حاجك وويسة جدا صح لانا عندك لعيبة اصل مريدك وويسة ومختلفة يعني في نفس الليفل ممكن الى ممكن اقل تزبطها بايه بقى بالروح والشكل انا فنيا انا باختلف معك فضل مع الكابتن هادي خشبة كمان انا شايف ان احنا ما ينفعش يعني نلعب غير اربعة ثلاثة ثلاثة او على الاقل لوسط الملعب لابد انه يكون فيه ثلاث لعبين سطارة يعني دي فعالية هيلعب لك لبرو من وسط الملعب يعني تقابل وسط الملعب هو الاساس طبعا طريقة دي سيبقى فيها ثلاثة ان احنا لان طبعا فيه فرق سرعات كبير جدا كلنا متأكدين منه فوجهة نظر الفنية ان احنا لابد ان احنا يكون عندنا ثلاث لعبين واعتقد ان هي الاقرب لفيتوري ان هو يضع ثلاث لعبين في وسط الملعب فيه مقارنات او مفادلات للرجل ما بين طارق حمد وما بين حمد فتح وما بين النني وما بين امام عشو لا امام اعتقد ان هو مش هيبدأ المباراة اعتقد ان هو هيبدأ النني وطارق ومحمود حمادة او حمد فتح واحد او حمد فتح بس انا للمعلومات اللي وصلتلي من تدريبات النهاردة ان محمود حمادة حيكون متواجد فيه التشكيل الاساسي طيب هرجعلك تاني يا مؤمن هرجعلك تاني يا سيد محمد نتكلم برضو على المنتخب انا عندي فاصل بقى الفاصل نتكلم على ايه اللي ممكن نعمله بقى هجوميا لان برضو الشكل اللي احنا كنا منتظرينه حتى الان مش موجود هل الشكل انت بتتكلم فيه واسم محمد ممكن بتتكلم فيه حتى لو انت بتلعب بطريقة او بطريقة خطاطية معينة وانت مش مديها الحرية والتعليمات انك تهاجم باريحية مش هتعمل حاجة مش هتوصل لمارمى بلجيكا ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا لما انتخذنا لو حصلت نطلع الفاصل وكملين بعد الفاصل موسيقى 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 هنكمل مع حضراتكم وكلامنا عن منتخب مصر من فراء القادمة امام بلجيكا مؤمن خليني اخذك كنت بتكلم على جزء الهجوم الخاص بمنتخب مصر قادرين احنا نوصل ونجيب اهداف في الظل وجود افضل لعب في العالم من وجهة نظر نيامنا الشخصية ونظر المصريين من صلاح من افضل لعب العالم عندك ترزيجية عندك مصرفة محمد كل الخط الهجومي تقريبا لو احنا كان لنا محترفين وبالتالي فيش رهبة يعني من منتخب البلجيكا لا لا قصة الرهبة دي اعتقد ان مش هكون فيه رهبة باي شكل من الاشكال ولكن خلينا اقولك ان فعلا يعني عشان نحرذ اهداف في منتخب بلجيكا فلابد ان العملية تكون يعني تدرجية من الخطوط تكاملة طبعا فاحنا منهاردة اه 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 عندنا محمد صلاح من افضل لعبين في العالم انهم يكون افضلهم في الفترة الحالية فاعتقد ان احنا نحتاج الى يعني ربط بس بين عملية خط الوسط وما بين خط الهجوم ما هي دي المشكلة بقى يعني مين اللي هيربط اعتقد ان هو محمود حمادة في خط الوسط نوعية اللعيد ده مش موجودة في منتخب مصر بالشكل ممكن نقول ان هو عنده القدرة عملية الربط الحقيقية هي مش موجودة وتأكيد ان هي مش موجودة ان الراجل راح اختار لعب زي محمود حمادة لعب جديد على المنتخب الوطني ثم ما نلسه حجيلك في الجزء الثاني بقى اللعب الاخر اللي هو محمد مجدي افشا هو اللي بيكون في حالته يعني بيقدر ان هو ينقل اللعب من خط الوسط لخط الهجوم فاحنا هي دي الحلقة اللي هتكون بس يعني تعبانة في مباراة بالجيكا لكن محمد صراح مع انطلاقاته وانا بقولك ان المباراة هتلعب بالطريقة الكلاسيكية المنتخب مصر في اخر تقريبا خمس ست سنوات ان احنا هنلعب بزون ديفينس هنقفل الدفاع بشكل كويس هبقى عندنا ثلاثة في نص الملعب زي ما ذكرت الجناحيان هايبقوا مقفئين والدنيا هتبقى مقفلة الراجل برضو بيفكر لو عايز ينفز حاجة مش هنفزها الماتش ده والله ما انا بقولك هي الدنيا لو عايز ينفزه غير الشكل مش هنفز طبعا خالف هي الدنيا هتبقى مقفلة بالشكل اللي انا بقولك عليه ده وحننتظر يعني اللعناية الالهية مع محمد صلاح ومع مصطفى محمد مع تريزيجي واعتقد ان طهر محمد طهر حيكون لي دور برضو في الجناح مع تريزيجي وزيزو كمان موجود زيزو ناحية اليمين مع صلاح تريزيجيه هيبقى ناحية للشمال واعتقد ان طهر ممكن يلعب ناحية الشمال مع تريزيجيه يعني اذا بدأ او فيه الشط التاني يعني طيب انا عايز انهي جزء المنتخب عشان عندي فقط نظر وعندي كلا تعليق لو عايز اخد رأيكم في تعليقات والتصريحات عبدالله السعيد ماشي هو المنتخب باختصار شديد احنا اتمنى ان احنا يوم الجمعة ما نشوفش طريقة تلعب لصلاح او دور على صلاح ايام كوره ده رقم واحد اتمنى اني نركز اوي في الميز باص مع منتخب زي بلجيكا الميز باص ممكن يسبب لنا كوارث لو انت الميز باص اللي عندك وبطلت تستعيد زاكرة دور على صلاح والعب لصلاح اعتقد ان المنتخب حزر بشكل حيص انا بتتفق معك انا قلتها لو فقطت الكورة مع منتخب كبير زي بلجيكا بالمهارات والامكانات اللي عنده هتتعب كتير جدا على مدار التسعين ديال طيب سيد محمد خلينا اسألك عبدالله السعيد عبدالله السعيد تصريحاته كنقد رياضي بتشوفها ازاي انا اقول لحضرتك انا اشوفها ازاي اولا في شقين انا هتكلم في شقين بخصوص عبدالله السعيد من وجهة نظري يعني اول حاجة كل ما قالوا عبدالله السعيد له الحق فيه تماما 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 انا عايز اخذك في نقطة التانية انا هقولك هقولك الشق التانية عبدالله السعيد ما تكلمش مع اي جريدة مصرية لسه الشق التاني والله والله الشق التاني الشق التاني ايه يعني الشق الاولاني انا متفق مع تصريحاته واولا اخره الشق التاني انا مختلف في التوقيت والمكان اللي اتكلم فيه ليه بقى التوقيت غريب مش رد فعل الحاجة حصلت الحجز ده على الاموال والممتلكات كان من فترة المكان يصعب علي اننا اعرف ان عبدالله السعيد اهل الحوار ده بمقابل مادي لاني انت عارف الاحترافية في الصحف والمواقع دي فانا الكلام اللي قاله انا لا اختلف عليه واتمنى ان النادي الاهلي يغير منهجيته دي ما بتقولش ان عبدالله السعيد عايز يعني برضه يخاطب الخارج القضية نفسها الناس اللي همسؤولة عن القرارات انا مختلف على ده اقول الكلام ده في مصر انا عايزك تقول الكلام ده واكتر وتقول الكواليس في مصر انا عايز ده الجزء بقى الاهم في قصة عبدالله السعيد اتمنى من مسؤول النادي الاهلي ان يعيدوا التفكير في عملية التعامل مع اللاعبين في العصر الجديد بمعنى ايه بمعنى ان النادي الاهلي من زمن طويل اللي مش معايا حيبقى ضدي والفترة الاخيرة الاحتراف تغير تغير بمعنى ايه بمعنى ايه انت عندك مثلا رمضان صبحي احمد فتح عبدالله السعيد حسام عشور لا الاهلي لازم يغير العقلية يغير العقلية الاهلي اتعود من ايام طهر ابو زيد وربيع ياسين وعلامة يهوب والاخره انا اللي ماشي انت ما تمشيش لازم العقلية دي تتغير ليه لان احنا في زمن احتراف زمن تطور جديد اللي في الاهلي يروح الزمالك اللي في الزمالك يروح الاهلي لازم العقلية دي دي مش هيحصل في مصر لا الاصل دي مش مبادئ دي ايه دي طريقة ادارة دي طريقة ادارة ولا الجمهور ولا الادارة بس لا الوضع بقي صعب عملية التعامل يعني انا مثلا دلوقتي انا ممكن الزمالك يسيب حد الاهلي انا اصد ايه لو احمد فتحي دلوقتي احمد فتحي مثلا عايز يرجع الاهلي لا ما ترجعش عبدالله السعيد عمر صبح لا انا اقول لتنظري لو هيفيد هو ده اللي انا عايز احتي الحتة ايه ما ليس معي فهو ضدي مشيته رجعت سوز محمد ما ليس معي فهو ضدي ده لازم يتغير مصلحة هم بيبحثوا عن مصلحة للمجلس الدولة لو عايزت تجدين لك قصة عبدالله السعيد ممكن انا كتبت مقال النهاردة في جريت الفجر الصبح فبتكلم عن كريسيان ورونالدو وعبدالله السعيد الظالم والمظلوم فطرحت السؤال قلت هل في الظلم وجهات نظر يعني هل في الظلم وجهات نظر فقلت ربما نعم سريعا قصة عبدالله السعيد انا شايف ان عبدالله كان يرغب فيه من قصة من البداية كان يرغب فيه الاستمرار مع النادي الاهلي وتجديد تعاقده وكان اختلاف فيه مبلغ ما بين 3 و 4 و 5 مليون جليل نادي الاهلي رفض بدأت القصة تتحول الراجل جاله عرض مالي لا يرفض من نادي الزمالك وافق وخلاص وحصل على الاموال رجع النادي الاهلي الصورة بتاعة النادي الاهلي او اللاعب في الشارع الرياضي فبدأ ان الراجل رجع تاني فالقصة كلها تصريحات عبدالله السعيد في الفترة الحالية ما بين الظالم والمظلوم انا بقولك ان تصريحات عبدالله السعيد في هذه المرحلة مقصودة تماما وتوقعاتي ان كمان المحامي بتاعه هيستعين بهذا الحوار في القضية المزعمة ما بينه والمكان نفسه مقصود انه يتقال في حق زي ما قال كابتن محمد دوليا انا بقولك او ان الكلام ده مقصود وان عبدالله السعيد الكلام والتصريحات دي او الحوار ده في هذا التوقيت انا شايف ان هو هيستعين به ضد النادي الاهلي في الشكوى او في القضية اللي موجودة ما بين الناديين لكن النادي الاهلي ظلم عبدالله السعيد ام عبدالله السعيد اللي ظلم نفسه اعتقد ان الظلم هنا يعني متفاوت بنسب ولكن انا شايف ان عبدالله السعيد ظلم نفسه طيب ده وجهة نظرك ووجهة نظرك طبعا نسوس محمد ورأيه في التوصيحات هو الموضوع باختصار نص دقيقة ربع دقيقة من بداية الموضوع الشخصانة في القصة هي السبب استمام الشخصانة في القصة هي السبب طيب سريعا ااخد معاكم نمبر ون يعني فقرة عندنا بناخدها دائما باستمرار هتنظر على شاشة صور كلها من ميسي وكريستيانو ورونالدو وسواريز مين كنت تتمنى ان انهي مسيرته في كاس العالمي او تتمنى انه ينهي مسيرته في كاس العالمي انا اتمنى انه ميسي ينهي مسيرته في كاس العالمي ايه؟ ميسي رونالدو رونالدو افضل حالس في المنديال بواجه عام بوفون 2006 او بارتيز 98 او اوليفر كان 2002 اوليفر كان 2002 اوليفر كان اوليفر كان لا تتوقع ان يتوقع بلقب هداف المنديال بنزيمة هاريكين او دي باي هداف هاريكين ممكن أعتقد هاريكين وممكن بابي كمان الأفضل بقى في كاس عامية وجدت نظركم بابي ولا نيمار ولا ديبروين أنا ديبروين أنا عاشر ديبروين برضو أنا عاشر اخنا اختراطنا زي بعض طيب أنا بشكركم لأنه وقت انتهي يا محمد نوارته شرفت مؤمن من نوارته شرفت يعني طبعا حلقة جميلة كنا نتمنى وقت أطول لكن لأنه فيه كلام كتير خاص بأضايا كتير لما أنتم فتحتنا نحن نتكلم في سموحة والقانون الرياضة بس ما فيه وقت إن شاء الله تتعورونه مرة تانية رشكركم شكرا جزيلا إن شاء الله هتكون فيه بكرة حلقة جديدة من البريمو هيكون مع زمي الإسلام صاد إن شاء الله تسبوع على خير